مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي قبل الفيطان وكين بعد الفيطان الناس اللي يعتني كي هدروا على الماء وش نعطيهم الماء فوقاش نعطيهم الماء وفوقاش نخرجهم مية لكلو كوش انشاء الله اللي نجاوب عني فهذا الحكم إذاً قاع الصغار دي الأرانيب يعني حادي في الولادة أول مرة غدي توليب لكم شي أرنابة من ينشوفوا الأرنابة والدات ما تحاديوش في الصغار ديالها أولاً ما تقربوا لهم مش خليهم القادية دياله وش غادي يأكل وما يأكلوش ذك شي في اللي ولك تكل الحليب ديال الأم هذي معروفة تهل الله في الأم يعطيوها شي إما النخالة مخلطة مع الماء الدافئ في الصباح يعطيوها مع القادية للعسل يعطيوها يعني فيتامينات الناس ما عندهم مش إمكانية مش يديروا فيتامينات يديروا غيء النخالة مرشوشة مع الماء الساخن في الصباح الباكير والعسل هذا الشي بالنسبة للصغار يعني الله تولدهم رأى الأم هي اللي كتكون مهتمة بهم ما تحاديو فيهم ما تعطيهم تشي حاجة رأى يعني الأم هي قادرة بش يعني تتوكلهم فوقاش الأسبوعين أولين يعني كيبقوا في البيت الولادة كما كتشوفوا أنتم مراكينين بويوت الولادة اللي فيهم الألانب يعني باقين ما خرجوش ولكن المشكلة فين كيكون أن الأنثى كتكون حاملة وهي كتردى سمو كتولي كتولي يعني ماشي يعني هدوون فرق ما بين الأنثى اللي خليتيها أقيتها واحد الفرصة يعني باش تردع الصغار ديالها تتفطمهم والأنثى اللي الناس اللي كيدلوا دورة يعني مباشرة غي كتولد الأنثى كيعطيعوها للدكار عاو تاني كيزوجوها مع الدكار عاو تاني سمو كيوقع كيوقع أنها ما كتقش تهتم الصغار ديالها بشكل كافي لأنها عندها أجين اخرين صغار اخرين عندها في البطن ديالها سمو غادي تولي كترتع مثلا مثلا كانت تتتدعوا ثلاثة لمرة كيلي كترتع ثلاثة مرة وكيلي كترتع جوجو مرات في اليوم سمو كيوقع لها كيوقع أنها كتردع مرة واحدة من كترتعها مرة واحدة هما كيي الى المو ربي طلع عليهم كتولي كي يلقى باللي البطن ديالو يعني ما فيهاش الحليب بزاف يعني مني يطلع عليه كي يبلو مشوك شمو يمشوك هو هو أن الزغف ديالو يكون طالعي احنا هو اللي كنقوله مشوك هذا مشوك ماشي رع فيه البلب لا رع فيه الجوع شمو نديرو حنايا في العمر ديال العشرين يوم كي ما كتشوفوا معايا أنا غد نوريكم إذن هادو في عمر ديالهم عشرين يوم عشنو بدلت لهم هادو كنقى الرميلهم يعني الأكل ديالهم بيت الولادة يعني هايا الأم هايا كتاكل من العلافة وكي لكي يكلوا معاها من العلاف غراهم مكينين ولكن نبقى الرميلهم هوم الداخل باش نساعدهم يعني وخا كيردعوا من أمهم نساعدهم شوية لوقيت اللي الرميلهم فيها الماكلة ماشي يعني الفصة أنا رميلهم دابر الفصة يابسة ماشي الخضراء ممنوع الأخضر فلوقيتها هادي يعني أنا مغالي تصابو لكم بإسهالات إذن سمو الفكرة اللي بغيت نشرح وهي أن منين الرميل ها هي الماكلة في العلافة ديالها هي العلافة مباشرة ومن رميلهم علاش؟ تسمو السبب لأنه إلا مشيتي ترميتي لهم هومة هي غا تقاتحقر عليهم وتقاتضربهم باش تأكل الماكلة أما إلا أعطيتهم في نص الوقت هي كتاكل ها هي كتاكل هامة وهما كياكلوا في نص الوقت هانتوا هما هما تسمو غاديدير هما كياكلوا الأشياء الرقيقة وكيخليوا لها هي الأشياء الغليدة هذيك العيدان وهادي ديال الفصة هما كياكلوا هذي الحاجة الرقيقة اللي هذي بفمهم وهي كتدخل كتكمل هذي الشيء حذاب هذي هذي العيدان هذي ورهم واحد نقول لهم واحد ربوا ساعة ما غتلقاش تحبه في التم هذي لقاهش إنه هما كياكلوا وهي كتاكل بالنسبة للناس دي كيترحوا التساؤلات ديال عشانو نوع الأكل واش نعطيهم الخبز جاف واش نعطيهم السيكالي ما تعطيهمش الخبز جاف كارم وما تعطيهم السيكالي الخبز جاف وفوقاش من يكملوا شهر ويغي تدق ديك ديالو وغي تفرسيط ديالو إنه تدقوهم زيان عاد تعطيهم كيميات قليلة لأنكيكون باقي وما تفطموش تسمو كيوقع الناس اللي كيمشيو كيوقعهم بزاف ديال الخبز جاف كارم كيوقع إنه كيلقاء الآلاني ديالو تحجره تسمو يتحجره كييولي وك كرش ديالو قاسحة يديك موضوع اخر هذا كيولي الأرنب خصك تتألم معاه باش يقدر يعيش لأنكيtleك كيولي كسافيا الكرش ديالو ما كتقش تقدر الدخل وخاك يبغيش رب الماء كرشول الآماء ديالو مكي مكي هضموش إن المسائرنات ديالو كيكونوا باقين عاد صغيورين بالنسبة للسمو تعطيهم عطيهم فصة يابسة فصة يابسة شحن موحد كيسووني عليها هرا هيلك التعطي الماشية منين تمشيوا للسوق وتشوفوا واحد الناس كيبيعوا واحد تبن 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 راه معروف من لابد ما تلقوا معها الفصة وتلقوا معها الخرطة لان هاد الأشياء هادو من لابد ما تلقوهم في السوق هادك الفصة فيها أنواع كي اللي العيدان ديالها طوال وكينا اللي العيدان ديالها قصار بالنسبة للألانب عموما كيبغيوا الفصة اللي العيدان ديالها قصار وتما كتضيعوش فيها لأنه مني كيكونوا طوال الأغلبية كيخليوا ذاك العيدان انتو مشرو هاد البائع قولوا له عطينا الفصة الرقيقة يعني الخاصة بالألانب غي غا تقولوا له خاصة بالألانب راه غا ديعرف غي قولوا هال البائع راه غا ديعطيكم اللي خاص بالألانب بالنسبة للماء الماء ضروري أنه شحامو عا تقول لي لا ما نعطيوش الألانب بالماء ها انتم كيما كتشوفوه أنا راني أعطيهم الماء في العشرين يوم الأولى هو مسكين كيتشعبط ويقلب على الماء بالإضافة إلى الحالي ديال الأمو والماء فوقاش كيبقوا يشربوه مني كيكتكل شوية ديال الدراج حرارة بدأس كسر سافع لابد الإنسان إحنا نظر الإنسان مني كيكون الجو بارد كتلاحظوا أنكم كتشربوا الماء بزف وخا هو ضروري للجسم وخا سكم تشربوا الماء ولكن في الجو الحار كتلاحظوا أنكم كتشربوا بزف كسر من الحد الماء علاش لأن الجسم كيحتاج الماء وقعتك ناقوس خطر كيقول لك أنا بغيت الماء هذا هو الموضوع ديال هاد النهار كنظن أنني أحضر لكم ببساطة عسموك يبغيوا الأنانيب الصغار يعني كيفاش تعاملوا مع الأنانيب الصغار كان شي تساؤلات مرحبا بكم في التعليقات طيبة ديالكم الناس لي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة دعم ديالكم كنشكركم على التعليق طيبة ديالكم تكيو على زر جام باش تساندونا قناة غادي بدعم ديالكم يعني تساندوني ما تنسونيش بزر جام وسكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة موسيقى موسيقى